شكرا أولا سيحسين على الدعوة مرحبا بي سيحتيفة لسعاد سيزياد أنا شرفني جدا وجودي معاكم شاء الله بالبركة يعني التصور هذا الجديد لنسمى وخاصة قربه من جميع المواطنين على اختلاف الجهد نقول لك أن المبالغة في أن نقدم من الثقافة ما لاحظته يعني سيتونيكزاجيغاشون دو باسيميزم يعني فما فما شوية مبالغة في الجانب السلبي اللي هو فيه جانب من الصحة لأن هناك تراكم لأشياء في الحقيقة لم نقم بها بالقدر الكافي في مساواة سياسة العامة وخاصة سياسة في الجهات وما يتعلق كذلك بالشباب ودور الشباب خاصة ولهذا الانتلاق في الأشهر الفارتة كان في أولا تفعيل هذا التوجه يعني لحكومة الوحدة الوطنية في مستوى العمل على تفعيل دور الجهات وخاصة ما يمكن أن يكون من تثمين للتقاط والموارد الموجودة في الجهات على اختلاف هذه الخصوصيات المهمة جدا لأننا نمشي وقتا نمشي الكاف مش نفس الطريقة نمشي بها النفطة ونمشي للدقاش ونمشي القعفور ولا هناك ثراع كبير جدا لهذه الجهات وأنا لا أشاطر مع كل احترام للأراء لا أشاطر هذه الفكرة اللي هي نوعا ما سطحية في تقديم البرامج التي انطلقنا فيها خاصة فيما يخص مدن الفنون مدن الحضارات والمبادرات التي قمنا بها لما يمكن أن يكون متواصل حقيقي ووثيقة يعني تسترجع في هذه العلاقة مع الجهات ها نعطيك أنا سيحة سين بعض الأفكار فاش بعض الرمزيات اللي ربما تعطينا فكرة أن الشي تغيرا باش ما نقعدوش لحن أنا أقول لك سأولا الفكرة الأساسية نترقنا بها هو القطع مع الماثي لأن أربع ترجام فيه جاب فكرة أساسية جاب رسالة جاب طموح يعني شعبي فما كذلك يعني معنويات وأخلاقيات جديدة أحنا اللي في وقت معين يعني إصهينا عليها والإضغافلنا عليها اليوم يعني وقتنا باش نراجعوا أنفسنا ونديركوا أمرنا لتفعيل هذه الأفكار شا عملتوا في الجهات سيد الوزير شا عملتوا بشيتوا بشيتوا التوزر عملتوا حفلة عملتوا نهار سميتوا مدن الفنون وعملتوا ساحة والساحات هذه دشنت في مختلف الوزير ماذا بقية روح الوزير خلنا نعطيك ساعة فكرة على البرنامج بصفة عامة بش نفهموه بش نفهموه على الأقل خاتري